إن الحمد لله نحفظ ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا غيهدي الله فلا مضل له وغير الضجفة لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموت منه إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسهم واحدتهم وخلق منها زوجها وبثم لهم أرجالا كثيرا ورساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم لنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين وأنا ولي المؤمنين وبعد فكل ما أنزل في كتابه جلثناه رحمة وحجة علمه من علمه وجاهله من جاهله لا يعلم من جاهله ولا يجهل من علمه والناس في العلم طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكتار من علمه والصبر على كل عرض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه لا يدرك خير إلا بعونه فمن أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا وفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاذ بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة فهو الكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين والشك واليقين أنزله لنقرأه تذبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق أخباره ونجتهد على إقامة أوامره ونواهي ونشتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أتجاره ورياحين الحكم ومن بين رياضه وإزهاره فهو كتابه المبين فهو كتابه المبين الدال فهو كتابه المبين الدال لمن أراد معرفته وطريقه الموصلة السالكة إليه ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات ورحمته المهدى التي بها صلاح جميع المخلوقات والسبب الواصل بينه وبين عباده والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب يعني وهو الصلاة المستقيم الذي لا تميل به الآراء والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا وكلما بجست معينه فجر لها ينبيع الحكمة تفجيرا فهو نور البصائر من عماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح إلى بلاد الأفراح والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم أسمع والله لو صادف آدانا واعية وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواب رجدها وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن فيها منفذة وتحكمت فيها أسقام الجهل وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح الغذاء وعجبا لها جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تصمن ولا تغني من جوع ولم تقبل لاغتداء بكلام رب العالمين ونص نبيه المرفوع سبحان الله كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب وخفي عليها ذلك في مطلع الأنوار من السنة والكتاب وعجبا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومرضودها وراجحها ومرجوحها وأقرت على نفسها بالعجز عن تلقي الهدى من كلام من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو الكفيل بإضاحة الحق مع غاية التبيان وكلام من أوتيه جوامع الكلم واستولى على الأمد الأقصى من البيان كلا بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رجدها وحيرت العقول عن طراء قصدها يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يسابق المتسابقون إليها والنهاية التي يتنافس المتنافسون فيها وتزاحموا عليها وهيهات أين السهى من شمس الضحى وأين الثرى من كواكب الجوزاء وأين الكلام الذي لم يضمن لنا عصمة قائده بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائد المعصوم وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الوادب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها والتحاكم إليها في محل النزاع في محل النزاع وأين الأراء التي نهى قائله عن تقليله فيها وحذر إلى النصوص إلى النصوص إلى النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر وأين المذاهب وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات فهي من جملة الأموات فهي من جملة الأموات إلى النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات إلى النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات سبحان الله ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاتها من كنود الدخائري وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر قنعوا بأقوال استنبطها معاول الآراء فكرا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول الغرورة فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا وهنا أحمي مع القرآن يعني وصورة القصص إخواني الكرام ومع الآيتين فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وها نحن مع الشيخ السعدي في تفسير تلك الآيتين قال الشيخ رحمه الله فذهب موسى برسالة ربه فذهب موسى برسالة ربه فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات أي واضحات الدلالة على ما قال لهم ليس فيها قصور ولا خفاء قالوا على وجه الظلم كما هو معتاد بين الحق والباطل يعني على مدى الدهر كله فقالوا على وجه الظلم والعلو والعناد يعني ما هذا إلا سحر مفترى ما هذا إلا سحر مفترى سموه فيروس كما تسميه هذه سمي هذه الدعوة بأنها فيروس يعني هذه فيروس يعني هي تسير على نفس النهج ونفس الطريق في الاتهامات في الظور والبهتان ما هذا إلا سحر مفترى كما قال فرعون يعني في تلك الحالة التي ظهر فيها الحق واشتعل على الباطل واضمحل الباطل وخضع يعني له الرؤساء العارفون حقائق الأمور وضع إخواني يعني إنه لك كبيركم الذي علمكم السحر يعني هذا وهو الزكي غير الزكي الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصه الله علينا وقد علم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض ولكن الشقاء يا إخواني غالب لكن الشقاء غالب الشقاء غالب يا أخي الكريم تأمل وتدبر واعتبر الشقاء غالب وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين هذه قصة وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين وقد كذبوا في ذلك وقد كذبوا في ذلك فإن الله أرسل يوسف قبل موسى كما قال تعالى إخواني الكرام كما قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب يبقى هنا اصراف كذب يبقى ضلال وقال موسى يعني حين زعموا في الآية السابعة والثلاثون يعني السابعة والثلاثون إخواني الكرام يعني يقول وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالبون يقول الشيخ السعدي رحمه الله وقال موسى حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر وضلال وأن ما هم عليه هو الهدى لا لهم الهدى يدعوا ذلك وأن ما عليهم هو الهدى وأن ما هم عليه هو الهدى يعني قال موسى حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر أن الذي جاءهم به سحر وضلال وأن ما هم عليه هو الهدى قال ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار يعني أي يعني إذا لم تفد المقابلة معكم يعني وتبيين الآيات البينات وأبيتم إلا التمادي يعني في غيكم واللجاجي على كفركم فالله تعالى العالم بالمهتدي وغيره ومن تكون له عاقبة الدار يعني نحن أم أنتم يعني الذي يفصل بيننا وبينكم الله جل وعلا شوف أسلوب الدعوة إلا الله حتى بيتكلم يعني ما قاله شبه أنت كافر وانت منحن لا ده قال له إيه يعني الله بيننا وبينكم يعني قال ذلك شوف الخطاب يا إخوان حتى أن نتعلم يقول وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون شوف يعني إيه أسلوب رقيق في الدعوة إلى الله عز وجل وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده وانت اللع الباطل لا قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون شوف كلام الشيخ السعدي وقال موسى حين زعاموا أن الذي جاءهم وقال موسى وقال موسى حين زعاموا أن الذي جاءهم به سحر وضلال وأن ما هم عليه هو الهدى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار أي يعني إذا لم تفد المقابلة معكم وتبيين الآيات البينات وأبيتم إلا التمادي في غيكم واللجاج على كفركم فالله تعالى العالم بالمهتدي وغيره ومن تكون له ومن تكون له عاقبة الدار نحن أم أنتم إنه لا يفلح إنه لا يفلح الظالمون فصار عاقبة الدار لموسى يعني عاقبة الدار دار الدنيا لموسى كما قال الزمخشري فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه والفلاح يعني والفلاح والفوز يعني في تلك العاقبة وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك من أجل ذلك لابد أن ننظر بعين المآلات والعواقب والنهايات لا بعين البدايات فإن من ينظر بعين البدايات ليس له إلا الحس فهذا رقوة وجيش عظيم وعدة وعتاد وشهرة ونجومية وحرص وصولجان هذه بدايات لكن نهايات فكان عاقبتهما والعاقبة للمتقين يعني احشروا الذين ظلموا يعني هذه العاقبة أخي الكريم يعني يعني يقول ربنا جل وقال موسى حين العالم أن نجأهم بسحر وظلال وأن ما هم عليه هو الهدى ربي أعلم بمن جاء بالهدى مش خلبك مش كلام ضعيف أو كلام مستضعف لا ده كلام قوي لأنه يعني يعني هو استند إلى ركن ركين إلى الله جل وعلا يعني هذا هو العزيز تلك هي العزة بهذا الدين يعني ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار عن قريب يعني لأن الزمن يعني يا دوبك بسيط جدا يعني ويقوله هنا فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه والفلاح والفوز صار لمن صار وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك اعتبر يا أخي يعني لا تختر بمكان ولا تختر بزمان ولا تختر بصحة ولا تختر بعلم ولا تختر بزكاء ولا تختر بعبادة أخي الكريم ولا بعلم مهما كان ولا بالشهرة ولا بالنجومية ولا بأموال ولا بأولاد ولا بعشرة ولا بقبيل أبدا وننتخل إلى الإمام الزمخشري في تفسيره الكشاف وهو يفسر تلك الآيتين الآية التلاتين والتي يقول فيها الله جل وعلا الذي يقول فيها الله جل وعلا إخواني الكرام الذي يقول فيها فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين يعني في كل ممز مخشري أعلق على الآية ستة وتلاتين في كلمتين سحر مفترى قال سحر يعني هم بيقول سيدنا موسى سحر تعمله أنت ثم تفتريه على الله أو سحر ظاهر افتراء باين يعني واضح أو منصوف بالافتراء كسائي أنواع السحر وليس بمعجزة من عند الله في آبائنا حال منصوبة على هذا أي كائنا في زمانهم وأيامهم يريد ما ما حدثنا ما ما حدثنا بكونه فيهم لا يخلو من أن يكون من أن يكونوا كاذبين في ذلك وقد سمعوا وعلموا بنحوهم أو يريدون أنهم لم يسمعوا بمثله في فضاعته أو ما كان الكهان يخبرون بظهور موسى ومجيئه بما جاء به وهذا دين عنهم يعني حجوا وبهتوا وما وجدوا ما يدفعون به ما جاءهم من الآيات إلا قولهم هذا سحر وبدعة لم يسمعوا بمثلها يعني يعني بمثلها وكذا يقول موسى قال موسى وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده يرد عليهم بقى وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون هيا نسمح كلام الإمام الزمخشري يقول ربي أعلم منكم بحال من أهله الله جل وعلا للفلاح الأعظم حيث جعله نبيا وبأثاه بالهدى ووعده حسن العقبة ويعني نفسه موسى ولو كانك ما تزعمون كاذبا ساحرا يعني يعني مفتريا يعني لما أهله الله لذلك لأنه غني الله جل وعلا حكيم لا يرسل الكاذبين ولا ينبئ الساحرين ولا يفلح عنده الظالمون وقوله جل وعلا عاقبة الدار هي العاقبة المحمودة عاقبة الدار هي العاقبة المحمودة والدليل عليه قوله تعالى يعني في سلطة الرعب أولئك لهم عقبة الدار جنات عدن أولئك لهم عقبة الدار جنات عدن وقوله جل وعلا في سلطة الرعض أيضا وسيعلم الكفار لمن عقبة الدار والمراضب الدار هي الدنيا يعني واضح المراضب الدار هي الدنيا وعاقبتها وعقباها أن يختمع للعبد بالرحمة والرضوان وتلقي الملائكة بالبشرى عند وتلقي الملائكة بالبشرى إخواني الكرام عند الموت أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجداكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته